اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند عشان وقتنا نجرب سرعة في الاخبار ونروح للترند المحلي اول حاجة حساب في الجول بيتكلم على مباراة مصر وملاوي رسميا اتحاد القرى اعلن ان مباراة مصر وملاوي هتتلاعب في تصفيات امم افريقيا بحضور الجمهور بالساعة الكاملة في استاد اسكندرية خلال شهر 9 المقبل ده اعلان رسم من اتحاد القرى بعد الحصول على الموافقات الامنية بالساعة الكاملة في استاد الاسكندرية لكن المباراة هتتلاعب في معادها اجندة شهر 9 هتكون في معادها في الفترة من 19 الى 27 تسعة كل الكلام ده لسه مش مؤكد لان فيه طلب من بعض المنتخبات اللي اتقاهلت لكاس العالم انها تستغل اجندة شهر 9 تلعب مباراة ودية وتؤجل المباراة الرسمية في تصفيات كاس الأمم المؤهلة القدفور الى اجندة مارس فيها 20 تلاتة وعشرين فلو مباراة ملا وما تلعبتش وتصفيات رسمية شهر 9 تبقى اجندة ومباراة ودية واتمنى اتحاد القرى من دلوقتي يعمل بلان بيه ويخطط ليه الجزء ده قرى بلس النهاردة خد تصريح مهم جدا لرئيس ربطة الاندية الاستاذ احمد دياب واللي قال في هذا التصريح لم يحدث خطأ تحكيمي حاد او مؤثر هذا الموسم حتى الان وانا بقول لحضرتك يا استاذ احمد نتمنى ان ما يكونش فيه احداث مؤسرة او اخطاء مؤسرة ولكن لو كلاتنبرجي اشتغل الموسم الحالي ويعصام عبدالفتاح كمل بسبب رغبة جمال علام اعتقد هتكون فيه كوارث تحكمية وهتكون فيه اخطاء مؤسرة في الفترة اللي جاية اتمنى ان يكون فيه قرار عاجل بخصوص رئيس اللجنة خلال الساعات اللي جاية ولسوص جمال علام يكون فيه ديمقراطية في اتخاذ القرار على طولة مجلس دارة اتحاد كرة القدر طيب حسابي اللي الكورة بيتكلم على ان اتحاد القرى بيعلن صرف مستحقات فبراير ومارس للحكام اخر خمس شهور فيه فلوس مستحقات كثيرة جدا للحكام لم تصرف لكن هيتم صرفه مرتبات فبراير ومارس طيب حساب اتحاد القرى النهاردة نشر طاقم التحكم الأسبان اللي هيدير مباراة نهائي كأس الربطة ما بين فيوتشر وغزل المحلة انا الامر بالنسبة لي غريب شوية لان فجأة بالامس اعلنوا ان فيه طاقم تحكيم اجنبها هيدير نهائي كأس الربطة والنهاردة الصبح اتحاد القرى نشر اسماء الحكام هل ده معناه ان تم التفاوض على الامر ده من فترة بس ما اعلنوش غير لما جات الموافقة ولا الامر ده تم مبارح فالنهاردة اتحاد القرى جاب الاسماء مباشرة لان ده عايز احطه في مقارنة مع طلبات الاهل لما بيطلب حكام اجنب في الفترة الاخيرة الادها من كده كمان لو نبص على طاقم تحكيم هذه المباراة المباراة هيدرها خسوس جيل منزانو حكم ساحة الحكم ده في القائمة الدولية لاسبانيا اعلى من الحكم اللي جي اضار مباراة الاهل والزمالك هل تتخيلوا ان الطاقم الاسماني اللي جي في مطس الاهل والزمالك بالمستوى الرائع اللي ظهر الطاقم ده اعلى منه حكم الساحة ده دولي من 2014 حكم الساحة اللي جي في مباراة الاهل والزمالك كان دولي من 2019 شوفوا المقارنة وشوفوا الاختيار واهمية الاختيار لمباراة في كأس الربطة ولما النادي الاهل بيطلب طاقم تحكيم وبالمناسبة ماتش الاهل وبيرامد يوم 16 سبعة الاهل طلب كمان طاقم تحكيم اجنبي يدير هذه المباراة هنشوف اتحاد الكورة ولجنة الحكام هتجيب مين في هذه المباراة وايضا كمان مباراة الاهل والزمالك في نهاية كأس مصر